النزاع مستمر بين الولايات المتحدة وروسيا حول معاهدة نيوستارت النووية وأحدث فصول الخلاف هو إعلان موسكو إيقاف التبادل المعلومات حول قوتها النووية مع الولايات المتحدة بما في ذلك الإختارات بشأن تجارب الصواريخ وأكدت في الوقت نفسه أنها لن تنسحب من الاتفاقية كليا وستواصل احترام الحدود القصوى للأسلحة النووية وقالت روسيا إن قرار واشنطن وقف إطلاعها على بعض البيانات المتعلقة بقواتها النووية حسب ما تقتضي معاهدة نيوستارت للحد من الأسلحة النووية لن يدفعها لمراجعة قرارها تعليق المشاركة في المعاهدة وبرر بوتين تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة الشهر الماضي بالقول إن الغرب يشارك بشكل مباشر في هجمات أوكرانية على قواعد القادفات الاستراتيجية الروسية في العمق الروسي وأعلنت الولايات المتحدة أنها سوف تتوقف عن إطلاع روسيا على بعض المعلومات المتعلقة بقواتها النووية بعد أن أمر الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بتعليق مشاركة بلاده في المعاهدة في فبراير الماضي وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا ما يقرب من 90% من الرؤوس النووية في العالم وهو ما يكفي لتدمير الكوكب مرات عدة وتم توقيع معاهدة نيوستارت عام 2010 ومن المقرر أن تنتهي عام 2026 وهي تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها وبموجب شروطها لا يجوز لموسكو وواشنطن نشر أكثر من 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 من الصواريخ التي تطلق من البر أو من علامة غواصات وكذلك القاذفات التي تستخدم لإطلاقها